سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحواريين الحلقة السادة أهلاً 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 أص Kontروناء الحمد لله قصص أخوان إن شاء الله يلا أسمعب في المرة الفاتت شفنا كيف إنه أصطفان خطب خطبة طويلة سرت فيها أحداث كثيرة ودافع عن نفسه وعن قدرة الله لما قال فعلاً قدرة الله سبحانه وتعالى دائماً بلا حدود لكن قدرة الإنسان الضائف محدودة جدا وإنتوا يا شعبي يا عنيد يا أصحاب القلوب المتحجرة المطاهرة يا أصحاب الإضمين الصم المكفولة إنتوا سايرين في طريقة جدادكم طريقة الضلال والمعصية بدلا من اتباع رشاد السر الإلهي وروني وروني نبي واحد جدودكم ما اضطهدوا أو خالفوا جدودكم قتلوا الرسل اللي تنبؤوا بقدوم المسيح الطاهر الصالح والمسيح ذاته غدرتوا بيه وكتلتوا والملائكة سلمتكم التوراة كلام الله لكن إنتوا رفضتوا تتبعوا كلام الله وتعملوا بيه أها بعد خطبة الصفانة الطويلة دي وكلام الحاردة أعضى المجلس الأعلى غبوا جدا وكرجوا سنونهم من شدة الغضب أم مصطفان رفع نظر وعايا للسماء والأنه كان مليام بالسر الإلهي رأى نور جلال الله وسيدنا عيسى عليه السلام واقف بيمين الله وتلفت على أعضاء المجلس وقال ليهم أسمعوا أنا هسه شفت السماء مفتوحة وسيد البشر عيسى واقف بيمين الله سبحانه وتعالى لكن أعضاء المجلس سدوا إضنينهم عشان ما يسمعوه وكرقوا بأصوات عالية قضاب 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 أسكت يا قضاب يا زندير أسكت يا قابل 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 وهجموا على أصطفان ومسكوه وساقوه وطلعوه بر مدينة القدس ولما كانوا بيستعدوا ليرجموا طلعوا ملابسهم الفوقانية وحرسوها ليشاب باسمه شاور كان من المؤيدين لقتل أصطفان وبعد ذاك رجموه أما أصطفان لما كانوا بيرجموا فيه كان بيهتف ويدعو ويقول يا سيدي عيسى يا سيدي عيسى الواقف فيه من الله تقبلني إلى جوارك يا سيدي عيسى يا سيدي مختار الله ما تحسب الجريمة ضدهم يا سيدي مختار الله ما تحسب الجريمة ضدهم وبعد الكلام دا أسلم جمه ولما مات بعض المؤمنين الأضقياء دفنوه وبكوا عليك شديد أها في اليوم داك عمت موجة كراهية شديدة واضطهاد ضد المؤمنين بالمسيح في القدس عشان كده تفرقوا في أجزاء البلاد في يهوزة والسامرة وشاول كان من ضمن الأعداء اللي كانوا بيضايقوا أذباح سيدني عيسى وكان بيسعى لتشتيتهم والتضييق عليهم وكان بيتنقل من بيت لبيت للغرض دا وكان بيسوق الرجال والنسوان ويرميهم في السين لكن مع ذلك المبعوثين اللي اتناشر فضلوا قاعدين في القدس أهل مؤمنين اللي حربوا من القدس وتشتتوا كانوا بيتنقلوا من مكان لمكان وكانوا بيبشروا الناس بسيدني عيسى ويبلغوهم رسالته مثلاً فيليب أل كان واحد من السبع المختارين لتوزيع الإعانات على الأرامل مشى للمدينة الرئيسية في منطقة السامرة وبيقى يخطف في الناس هناك ويكلمون عن المسيح وتعاليمه والأنه كان بالإضافة للإرشاد بيعمل معجزات الشفاء اللي عالج بيها الممسوسين بالجن والشعاطين وشفى عدد من المشلولين والعرج وفي مجموعة كبيرة من الناس كانوا بيجوا يحضروا ويتابعوا كلامه بانتباه وبفضل معجزات الشفاء دي المدينة كلها غمر الفرح وكان في المدينة دي راجل ساحر اسمه سيمون سيمون دا كان مشهور في المدينة لأنه كان بيمارس السحر وبيحتبر نفسه إنه زول ما عادي وعنده قوة خارقة وناس المدينة حسب أوضاعهم الاجتماعية المختلفة كلهم من صاحب المقام لغاية البسيط منهم كانوا متعجبين ومعجبين باللي كان بيعملوا وكان عندهم احتقاد بأنه عنده قدرة وصر عظيم من الله ولما كان فيليب دعا الناس للإيمان بالمسيح وبشرهم بالمملكة الربانية آمنوا كثيرين منهم رجال ونسوان واتطحروا بالموية وكان منهم الساحر سيمون نفسه وسيمون دا بيقى ملازم لفليب وكان بيتنقل معاه من مكان لآخر وكان متعجب جدا من المعجزات والعجائب اللي فيليب كان بيعملها أهو بعد فترة المبعوثين في القدس سمعوا بخبر انضمام مجموعة جديدة من أهل سامرة للإيمان وقرروا يرسل ليها بوترس ويوحنة وبوترس ويوحنة فعلا قاموا سافروا للسامرة وهناك دعوا الله انه يفيد بالسرر الإلهي على المؤمنين في السامرة لأن السرر الإلهي لغاية الوقت داك ما كان حل على أي واحد هناك عشان كده الناس في السامرة كانوا بيتطحروا بالموية بس معلنين انضمامهم لأدباح سيدنا عيسى أها بوترس ويوحنة قاموا خطوا يدينهم على عدد من المؤمنين هناك وحل عليهم السر الإلهي وسيمون الساحر لما عرف الحاصل دا عرض بعض المال على بوترس ويوحنة وقال ليهم أنا مستعد أدفع لكم قروش إذا أدوتني القدرة دي وبقى السر الإلهي يحل على كل زول أخوتي يديه عليه عارف يا سيمون انت هتهلك والمال بتاعك ما حينفعك لأنك افتكرت إنك ممكن تشتره بطلة بالقروش انت ما عندك أي نصيب ولا قسمة في أمر زيدا لأنه الله عارف إنه قلبك ما نظيف عشان كده لازم تتوب لازم تتوب من شرك وتدعو الله عشان اغفر ليك ويسامحك عن الشر الفكرت فيه لأني شايفك غرقان في مرارة تضخم الذات واحلام في الشر طيب طيب انتو أدعو لي الله واطلبوا منه إنه ما يصيبني بشي من اللي قلته أهى بترسوا يوحنى بعد ما بشروا الناس بالمسيح وعلموهم من تعاليمه قاموا رجعوا للقدس وفي الطريق كانوا بيبلغ الرسالة للناس في قرى كثيرة من قرى منطقة السامرة بعد ذلك يا جماعة الله رسل ملك لفليب اللي كان بيبشر الناس في منطقة السامرة وقال ليه يا فليب استعد عشان تقوم تمشي للطريق الصحراوي في الجنوب اللي بين القدس وغزة وفليب استعده وماشى فعلا للطريق الصحراوي وفي الطريق ده قابل ليه راجل من مملكة النوبة والراجل ده كان راجع لبلده بعد ما حج في القدس وكان راجل مزئول ومن أصحاب الشأ وكان وزير مالية الملكة الكنداكة الوزير النوبي ده كان قاعد في المركبة بتاعته وكان بيقرأ في كتاب النبي أشعية والسر الإلهي أرشد فيليب بأنه يمشي ليه في مركبته ويتكلم معاه وفيليب فعلا قام ماشى للمركبة بسرعة ولما وصل جنبها لجي الراجل بيقرأ في الكلام النبي أشعية وقال ليه السلام عليكم عليكم السلام بعد الإذن ومعي احتراميل كامل أنت فاهم الكلام اللي بتقرأ فيه ده ولا فيه شوية صعوبة لك في الحقيقة أنا بحاول بس صعب عليه يفهمه بدون ما قالي ذول متبحر في العلم يشرح إلي أنا ممكن بفضل الله أساعدك شكرا لك طيب اتفضل ركب جنبي هنا في المركب دي وفيليب ركب في المركبة جنب الوزير وكان الكلام اللي بيقرأ فيه الوزير تحديدا هو كان في وداعة الحمل المستسلم للضبح وكان ساكد وما بينطق بأي شي مع إنه زلوه وأهانوه وعاملوه بظلم وأسوأ هو تظلم شديد ومات مكتول بدون ما يكون عنده زرية يا ريتي يا سيديز تتفضل وتنورني الله يجزي خير النبي جعي هنا كان بتحدث عن منوك عن نفسه مثلا ولا عن زولا تاني هيا يا جماعة فيليب قام شرح للوزير ووراه إنه المقصود بالكلام ده هو سيدنا عيسى عليه السلام وكلموا أكتر عن الإيمان وعن حياة سيدنا عيسى عليه السلام وهم كانوا متحركين بالمركبة الغايد ما وصلوا لمكان فيه مويا وهنا الوزير اتلفت علي فيليب وقال ليه أسمع دي مويا أنا عايزة أدعمد المانع شنو إنه أنزل واتطهر فيها وأشر إيماني كان قلبك مخلص في إيمانه ما في أي مانع الله يبارك فيك أنا مؤمن بأن المسيح عيسى مختار الله وحبيبه وهو رأيدي ورأي ده الأمة والوزير بعد ما رد على فيليب أمر بوقوف المركبة وبعد ما نزلوا في المويا هو وفيليب فيليب عمدوا ولما طلعوا من المويا الله أخفى فيليب بيسره والوزير بيجا ما أشايفه لكن معاكدا الوزير زي تابع سفره وكان فرحان شديد أما فيليب ألا ظهروا فجأة بسره في مدينة إزمى أشدود وكانت بتقح في شمال غزة بحوالي 30 كيلو متر وكان بيتنقل من مكان ل مكان على ساحل البحر الأبيض المتوسط ويعلن البشارة برسالة سيدنا عيسى عليه السلام لغاية ما وصل لمدينة إزمى قيصرية طيب الليلة يا جماعة نقف هنا يا أخوانا ما قادرة والله الله يخليكم الله يبارك فيكم الله يبارك في المدينة إزمى قيصرية